صباح لحضراتكم مرة تامية في صباح الخير يا مصر وزي ما احنا عارفين انطلقت جلسات الحوار الوطني الاسبوع اللي فات وهي الحوار الوطني خصص في جلساته الاسبوع اللي جاي جلستين مهمتين جدا أو همتين للغاية لمنأشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة يعني اللي بيشهدها الاقتصاد بشكل عام هيشارك في الجلسات دي ممثلين عن الاهزاب السياسية والشباب وايضا النقابات والعمل الاهلي ايضا هيكون لي دور جمانا في هذه الجلسات حقيقة احمد كمان يعني بالتأكيد كلنا تابعنا الفترة اللي فاتت اهتمام الدولة بالتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للأسر الاولى برعاية والاكثر احتياجا خلينا عرف مع حضرتكم ايه هي الملفات اللي هتفرض نفسها على اجندة جلسات الحماية الاجتماعية ده اللي هنعرفه من دفنا دكتور مصطفى ابو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية صباح الخير يا حديكي دكتور نوانا فتر صباح النور يا فان صباح النور على حضرتك وكل السادة المشاهدين صباح الخير يا دكتور صباح النور يا سيدنا يعني في البداية اوزين نعرف منك دكتور فكرة تقصيص جلستين لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر داخل الحوار الوطني ده بيدي بارقة امل لناس كتيرة جدا معنية ومهتمة بالاقتصاد وايضا الاستثمار لكن فكرة مناقشة الجلسات دي تكون تحت عنوان الوضع الراهن والتحديات المستقبلية شايفها ازاي؟ طيب انا هاخد من كلام حضرتك التحديات والوضع الراهن والمفروض الدولة او الخبراء والمتخصصين اللي هيكونوا مشاركين في المحور الاقتصادي المفروض ان هم يبصوا الوضع ازاي وايه المقترحات اللي منشأناها ان هي تقلل الضغوط اللي احنا بنشوفها على الاقتصاد المصري بسبب التحديات والازمات العالمية اللي بنشهدها حاليا اولا احنا عندنا اهتمام راسخ من الدولة المصرية والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحماية الاجتماعية ورعايتها رعاية كاملة وده مش من دلوقتي ده من اول ما ابتدت الدولة المصرية في تطبيق برنامج لاصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 والدولة ابتدت ان هي توسع من مزلة الحماية الاجتماعية وكنا بنشوف في كل موازنة بيتم منقشتها في مجلس النواب وبيتم طرحها من وزارة المالية بنشهد زيادة في حجم مخصصات البرامج الاجتماعية ومع الظروف اللي شهدها الاقتصاد العالمي بدءا من تداعيات جائحة كورونا مرورا بتداعيات الازمة الروسية الاوكرانية اللي ممتدة حتى الان بنشهد برضو ارتفاع كبير جدا في الحماية الاجتماعية ومخصص لها في الموازنة العام القادم 23-24 اكتر من 530 مليار جنيه دي بزيادة اكتر من 200 مليار جنيه عن الموازنة اللي هي شغالة حاليا وهتنتهي في 36 ده معناه بيأكد على قدرة الدولة على اتاحة الموارد كمان في زيادة هذه البرامج لان ده بيتوقف على قوة الاقتصاد المصري في توليد ارادات تقدر ان هي تزود المخصصات الخاصة بمرامج الحماية الاجتماعية يعني مخصص بس لتكافل وقرامة والضمان الاجتماعي 31 مليار جنيه كان السنة اللي فاتت في حدود 23 مليار جنيه معنى كده ان احنا بنزود زيادات كبيرة جدا نظرا للظروف الاقتصادية اللي بيشهدها الاقتصاد المصري عشان كمان نقدر نقلل من الضغوط والاعباء اللي بيشهدها المواطنة المصري في ظل الازمة الحالية بالاضافة حصل زيادة وطفرة كمان في موضوع العلاج على نفقة الدولة من 8 مليار السنة اللي فاتت او الموازنة الحالية ل31 مليار جنيه فاحنا بنشهد قفزات كبيرة في الارقام صحي طيب جلسات الحوار الوطني واهتمامها بالمحور الاقتصادي اللي انه بيمثل العصب الاساسي في حياة الدول وحياة المواطنين طيب احنا عندنا شوية ازمات والدولة بتعترف بهذا ومش من بس من اول الحوار الوطني الدولة بتفكر ان هي توجد الحلول لمعالجة هذه الازمات احنا شفنا اقامة المؤتمر الاقتصادي ناقش التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري وخرج عنه توصيات عديدة شاهدنا ايضا تكليف من السيد رئيس مجلس الوزراء المركز المعلومات لعقد مشروع بحسي على مدار شهرين فاته من شهر مارس وانتهى في مايو بعشرين جلسة بتلتمائة وخمسين خبير برضو خرج عنه توصيات عديدة انا من وجه نظري لابد من الاستفادة من توصيات المؤتمر الاقتصادي مع التوصيات اللي خرجت عن المشروع البحسي في الحوار الوطني بحيث ان يتم الاستفادة من هذه التوصيات ودمجها مع بعض للخروج بقرارات يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية للاخذ بشأنها في اذا كان هيكون قرارات تنفيذية او مشروعات قوانين تحال الى مجلس النواب للمناقشتها والموافقة عليه طيب احنا دلوقتي عندنا الدولة حاليا بتمشي في عدة مصارات متوازية اهمها جذب الاستثمار الاجنابي المباشر طيب دكتور عزوني المقاطعة قبل ما ننتقل الاستثمار ويمكن حتى كان خلال الجلسات اللي تم الاعلان عنها الجلسة القادمة طبعا هتكون فيه جزء مخصص كمان للسياحة بشكل كبير والاستثمار في قطاع السياحة لكن خليني اتكلم عن ايضا الحماية الاجتماعية بما اننا كلسا نتكلم عليها احنا نتكلم انه هتكون عن الحماية الاجتماعية ومضارة الحماية الاجتماعية ما بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة هل التطورات الجديدة هتكون عبارة عن زيادة في المخصصات المالية فقط ولا هيكون فيه قليات جديدة فيه توسعة اخرى لتشمل فئات جديدة من اللي ظهرت طبعا حسب الازمة الاقتصادية في العالم كله طبعا بما ان مصر جزء من العالم ايه اللي هيحصل طيب خلينا اقول لحضرتك ان حاليا الدولة بتدرس كل المواطنين في الشرايح الخاصة بالدخل بتشوف مين القادرين على التواكب او التكيف مع الازمات او مين الشرايح اللي محتاجة دعم زيادة والدولة بتقسم الدعم لأكتر من مصار فيه مصار بيروح لتمويل تكافل وكرامة وفيه مصار بيروح للسلع التموينية وده برضو شكل من اشكال الدعم للمواطنين وبالتالي كل ما الضغوط بتزيد الدولة بتاخد في حسبانها زيادة التمويل لتوجيهها نحو الفئات الاكثر احتياجا بالاضافة لمبادرة حياة كريمة ما تعد من ضمن المخصصات اللي بتوجه لزيادة قدرة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم والعيشة كريمة متاح لها كافة الخدمات والمرافق وكافة الخدمات الاساسية من التعليم والصحة والمرافق الاساسية كل ده بيعد في نطاق برامج الحماية الاجتماعية طبعا كل ما لو الوضع الراهن استمر لفترة اطول من كده طبعا الدولة بتاخد في حسبانها ومستهدفاتها الخاصة بالموازنة العامة في زيادة هذه المخصصات وزيادة الأعداد يعني احنا شاهدنا خلال بعد بداية كورونا الدولة زودت الأعداد اللي دخلت فيه تكافل وكرامة بمئة ألف أسرة جديدة برضو نفسك ودعم العمالة غير المنتظم بالضبط أنا كنت لسا النقطة دي هقولها 500 جنيه وكان متخصص لها لمدة 3 شهور السيد الرئيس وجه ليه إن هي يزود الفترة لغاية آخر السنة فبالتالي الدولة بتضع سيناريوهات وفقا للمتغيرات الآنية والمستقبلية ووفقا لهذه التغيرات بتقدر تتعامل معها بزيادة المخصصات وفقا للأليات الحالية نعم دكتور مصطفى في الحالية يعني الحوار الوطني بيضم مجموعة متميزة من الخبراء الاقتصاديين أهمية حضور هؤلاء الخبراء تحديدا في جلسات الدقاش الخاصة بالمحور الاقتصادي وهل ترى إن المقترحات التوافقية اللي يتم التوافق عليها هتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع في ظل التحديات الرهنة بس أنا عاوز أقول لك إن توسيع دائرة المشاركة في حد ذاته ده بيكون دافع لعملية إنجاح الحوار الوطني فلما بيكون فيه أكتر من متخصص وأكتر من زاوية فكر ده بيخلي الأفكار بتكون كتيرة والأهم من ده طالما أنه هو متخصص فأكيد هيحط مقترح لخلفية منهجية علمية يقدر من خلالها تكون قابلة للتنفيذ لأن إحنا في عملية الاقتصاد بتكون إحنا دلوقتي بنضع تصور أنا مثلا عاوز أزود مثلا أعداد مثال إن أنا عاوز أزود أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة طب أنا المورد المبلغ ده اللي أنا هضخه فيه تكافل وكرامة هوجده منين في الموازنة فلابد وأنا بقدم المقترح بقول المورد أو الإراد ده هيجي منين هخلقوا منين وبالتالي هوجهوا للحمال الاجتماعية أو للاستثمارات الحكومية أو للمشروعات مخصصة لدعم قطاع الصناع أو ما إلى ذلك فبالتالي التنوع من الخبراء والمتخصصين هيوجد حالة من حالات التناغم والتنصيق في الأفكار والمقترحات اللي تخلينا في النهاية نطلع بتوصيات 1 2 3 4 قابلة للتنفيذ في ظل الإمكانيات والموارد المتاحة لده الدولة المصرية في دائرة متصلة يا فندب يعني زي ما حدرتك تتحدث الحماية الاجتماعية تتطلب موارد الموارد دي منين استثمار أو الصناع أو زي ما حدرتك دكارت بما نحن نتكلم عن الاستثمار وعن الصناع وعن موارد الدولة برضو من الملفات المطروحة بشكل كبير جدا خلال الجلسة القادمة هي فكرة الاستثمار ولو نتكلم تحديدا في قطاع السياحة برضو إحنا الوضع الراهن إيه اللي إحنا محتاجينه هل فكرة سياسة الاستثمار بشكل عام قوانين الاستثمار في مصر بشكل عام هل هي بالفعل وصلنا لمرحلة إنها تكون جاذبة بالقدر الكافي للمستثمرين ولا ما زلنا محتاجين نشتغل عليها أكتر تمام سؤال مهم جدا الدولة خلال الثمان سنين اللي فاتوا اشتغلوا على ملف الاستثمار بشكل حرفي جدا بداية من صدور قانون الاستثمار ثم التعديلات اللي طرقت على القانون وإصدار اللايحة التنفيذية وده اللي خلانا خلال ثلاث سنين متواصلة من بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة في 18-19 مرورا بـ 19-20-19-21 قدرنا في الثلاث سنين دول إن إحنا نجذب أكبر استثمار أجنبي مباشر على شمال أفريقيا والدول العربية يعني كان تتراوح ما بين 8.5-9-9.5 وده معناه إن الحوافز اللي موجودة في قانون الاستثمار قدت فاعلية وبالتالي عملت جذب كبير للاستثمار الأجنبي المباشر ولكن طبعا بعد الأزمات المتتالية اللي حصلت حصل نوع من التراجع وده على كاف الدول العالم مش مصر بس لإن الاستثمار الأجنبي المباشر اتأثر بعد الإغلاق العام اللي حصل في كورونا فكان مفيش عملية إنتاج بشكل كبير فيه كان قيود على تنقل حركة الأفراد والبضائع وده أثر بشكل كبير جدا على فكرة الاستثمار أو التوسع في الاستثمار في الدول طيب إحنا محتاجين آه 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 أنا محتاج أن أنا كدولة أعمل إعادة مراجعة للقطاعات المستهدف فيها ضخ استثمارات جديدة خاصة ده بيتوافق مع المرحلة التانية للإصلاح الهيكلي إحنا مركزين على ثلاث قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا المعلومات أنا بطلب من وزارة التجارة والصناعة الإصراع في إصدار الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية لأن ده هيحدد المستهدفات والأطر الرئيسية في القطاعات المستهدف فيها ضخ استثمارات جديدة وبالتالي هركز عليها الحوافز عشان أحقق المستهدف ده خاصة ده يعني أنا آسف هيقلل من وطيرة فطورة الاسترات وهنقدر من خلاله نوفر العملة الصعب